الكوزاتف ليه شكل معين وليه خطوات معينة لازم اعرفها عشان اعرف صغة الجملة الكوزاتف number one subject الفاعل number two verb to have لازم verb to have يكون بشكل على حسب زمن الجملة مضارع او مضارع مستمر او مضارع بسيط او ماضي تام او ماضي مستمر وهكذا object المفعول past participle تصريف الثلاث للفعل عندي امثلة i have my room tided everyday we will have our car fixed next week لو تلاحظ ان الجملة الاولى فيها everyday لكذا تصريف ثلاث موجود tided يعني هو دايما ممكن الطلاب يلطه في الكلمة الدلة في اخر الجملة everyday مثلا يقول اه دي مضارع لكن لا طبعا بيجيب دايما تصريف الثلاث للفعل tided المضارع او الماضي او الكلمة الدلة بتعرف لي صغة have بتكون شكلها ايه يعني everyday موجودة يبقى اقول i have او لو هي بهي has الجملة الثانية we will have our car fixed next week next week حددتلي شكل have يبقى will have لك تصريف الثلاث دايما موجود في جميع احوال القصطف my father had the reports written yesterday اقول yesterday او wrote لأ written تصريف الثلاث yesterday تدل على ان verb to have يكون في الماضي يبقى had i have had my car checked recently كلمة recently حددتلي فيربيتها هيكون في المضارع التام يكون i have وبقى تصريف الثلاث had she had had the food prepared before the party كلمة before حددتلي ان يكون في صغة الماضي التام نشوف exercise choose the correct answer my brother is going to have his homework space tomorrow كلمة tomorrow دلت على ان verb to have يكون في صيغة المستقبل اشانكا دولت is going to have لكن دايما باجيب التصريف الثالث وبنساش his homework checked number two they space their office cleaned everyday every day دل على أني يكون في المدارع يبقى they have when he bought the first car last year he had it to the park driven تصريف الثالث Do as required between brackets number one. my sister doesn't do her homework herself every day نحاول الجملة إلى كوزتف سنشوف فير بتهاب على حسب زمن الجملة. زمن الجملة عندي هنا مدارع doesn't do. يبقى القملة مضارع بسيط. يبقى الرب to have هيكون has my sister has ال object او المفعول here homework. ال past participle of the verb هيكون done. my sister has her homework done every day. number two I want I on my clothes tomorrow morning. الجملة هنا في دمن المستقبل هنقول بعدين التصريف الثالث معنى قبلة ان علي طلب من الخادمة ان ترتب السرير قبل ان يرحل او قبل ان يترك المكان يعني معنى كده ان علي لم يقم بذلك بنفسه يعني هقول علي لان نجمنا في الماضي علي